من القمة الأوروبية في بريكسل إلى قمة ناتو وأخرى لمجموعة الدول السبعة سلسلة من الاجتماعات الدولية يشارك فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عين على الخارج في وقت تشهد فيه السياسة داخل فرنسا مفترقة طرق وخلافات عميقة داخل قبة البرلمان بعد نتائج انتخابات تشريعية قلصت من صلاحيات الرئيس الذي دع الأحزاب السياسية إلى تسوية عاجلة وإلى الوحدة من أجل فرنسا ولكنه استبعد تشكيل حكومة وحدة من أجل مصلحة الأمة علينا جميعا أن نتعلم كيفية الحكوم والتشريع بشكل مختلف وعلينا إيجاد حلول وسط مع المجموعات السياسية التي تشكل الجمعية الجديدة من خلال الحوار والاستماع والاحترام ولكن يبدو بأن إعادة انتخاب ماكرون لم تكن شيكا على بياض وهو ما بدى واضحا بعد أن تجاهلت أحزاب سياسية من اليمين واليسار نداء ماكرون للمساعدة قُبلت دعواته بالرفض واعتبرته الأحزاب محاولة منه لحشدهم خلف سياساته دون تقديم تنازلات منها اليوم الرئيس الفرنسي على علم بمدى التباين ومدى الانشقاق داخل العائلات السياسية الفرنسية تباين في وجهة النظر عديدة وعديدة جدا لا تخص ملف أو ملفين أو ثلاثة إدوار فليب رئيس الحكومة الأسبق كان دعا إلى حكومة اقتلافية بأقل قدر ممكن من نقاط الالتقاء ولكن يبدو أن ماكرون يبحث عن أغلبية مطلقة مما قد يجعله يذهب إلى حل البرلمان وعادة الانتخابات من جديد في المقابل أعلن الرئيس الفرنسي استعداد المعارضة للعمل مع حكومته بشأن مواضيع رئيسية ككلفة المعيشة والوظائف والطاقة والمناخ والصحة وأدعى في الوقت ذاته إلى تشكيل أغلبية في الجمعية الوطنية الجديدة لتجنب الجمود السياسية بينما يشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في القمة الأوروبية في بروكسل تشتعل نار الخلافات السياسية داخل فرنسا ما قد يتطلب منه تقديم تنازلات أكبر في الفترة المقبلة ماريا مصارع الغد باريس